أهلاً وسهلاً مرة جديدة أحباء المشاهدين أنا كتير بشعر بسرور أنكم بتكونوا بتستمعوا لينا بكل حلقة بنزيحة وكمان بنرحب بكل أسئلتكم أي سؤال بيجينا بيكون موضوع اهتمامنا بنرحب بيكم في برنامجكم بين الحقيقة والزايف بين الحقيقة والزايف بنستضيف خادم كلنا بنحبه وبيعلن لنا حقائق كتابية قدام كل زيف بنعيشه في حياتنا أخونا هو الأخ عادل عملاك أخ عادل أهل المسلم بحضرتك أهلاً بحضرتك منور للستوديو من البرنامج كلنا شكراً أخي عادل بين الحقيقة والزايف قد يكون خيط بسيط صح؟ ممكن ممكن نعلن حقيقة تانية وخيط فاصل بين الحقيقة والزايف يعني أنا في حالة زيف بس هو خيط بسيط ينقلني إلى مرحلة الحقيقة أختار مثلاً الممارسات الكنسية الزهاب إلى الكنيسة دور العبادة دور العبادة المواظبة دون استفادة دون استفادة المواظبة في حد ذاتها لا تؤدي إلى الفائدة لكن دون استفادة يعني ممكن واحد تسأله رايح فين؟ رايح الكنيسة أو اليهودي رايح الهيكل رايح يصلي رايح يصلي وهو راجع راجع من الصلاة لكنه لم يستفد شيء ممكن يبقى شخص دائم الوجود في الأماكن والأوساط الدينية لكنه لا يستفد شيء جزدك يمكن متلا يستفد شيئاً يعني مصيره إيه يعني؟ مصيره للأسف للأسف الهلاك رغم على طول داخل دور العبادة وطالع منها موجود بصفة دائماً في الوسط الديني تعرف بيفكرني باللبان والفلك نوح واحده لم يستطع بناء كل الفلك طبعاً استغرق بناء الفلك مائة سنة مائة عام مش ممكن نوح بمفرده اشتغل في كل الفلك العملاق اللي أخد كان يسع لكل حيوانات الخليقة كلها اللي خلقها ربنا كل أنواع المخلوقات موجودة في الفلك ثلاث أدوار بنية في مائة عام استغرق البناء المائة عام أكيد استخدم نوح عمال كثيرين نجارين نجارين حددين كل أنواع الوظائف ومع هذا لم يدخل أحد منهم الفلك يعني ده الخطر كل الخطر أن يموت طباخ من الجوع أو يموت شخص عنده خزنة ومعنده مفاتيح بتاعة الخزنة أو بيعيش بيشتغل في المحاسبة والأموال ويموت من الفقر أو يموت طبيب بسبب المرض فده الخطر أو يموت سأة يشتغل في المياه ساقي من العطش يعني هو الموضوع مش مجرد حضور أننا روح أصلي في دور عبادة معين يعني هو الموضوع بنتكلمه للجميع المهم الإختبار إيه معنى كلمة اختبار يا خيالي؟ عشان ساعة كتير أنا أسمع الكلمة دي إيه معنى كلمة اختبار؟ ببساطة أحكي لحضورتك قصة تقولك يعني اختبار شاب تزوج من فتاة مخلصة دراسة باكالريوس علوم منزلية باكالريوس اقتصاد منزلي الأربع سنوات بتدرس كل شغلها ودراستها كتب جامعية عن المطبخ فبعد أن تزوجك من زوجها قالت له أنا باتفق معك على اتفاق ما تكلش برا إطلاق طالما أنا عايش معك أنا هعملك الأكل بإيدي ما تكلش غير من إيدي ممنوع منعا باتا تروح مطعم في الشغل وتاكل برا اتفقوا وها فعلا كانت بتعمل ملذة وطاب من الطعام في يوم من الأيام خرج زوجها في الخامسة صباحا ما لحقش يفطر رجع في السادسة مساء بعد 13 ساعة ما أكلش إطلاق لفطر ولا تغدى وجيه وقت العشا لدرجة أنه عايز يأكل بس هو اتفق مع امرأته أنه مش ممكن يأكل من غيرها ومش من إيديها ورجع بقى منهك القوة عندنا في مصر لما واحد يكون جعان قوي 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 يقوله عصافير بطنه بتصوص ده بقى عصافير بطنه مش بتصوص ماتت فرجع بقى تعبان جدا وأول ما دخل قاعد على الصفرة المكان اللي بيأكل فيه منتظرا لأكمالات دواطاب من الطعام وفجئ بمرأته داخلة على عقود الصفرة وشيلة مجموعة كتب كبيرة أوي كتب سنة أولى جامعة وفوقيها كتب سنة تانية جامعة تلتة ربعة حط إيدها تحت كده والكتب صف طويل مغط وشها هو فوجئ وحطتهم على الصفرة وجابت كرسي وقاعدت جانب جزها وبدأت تفتح كتاب كتاب وتقوله الأكلات اللي بيحبها طريقة عمل الماكرون البشاميل المقادير وتقرأ طريقة عمل الكباب حلق والله هو عراقي طريقة عمل الباتشا طريقة عمل البرياني طريقة عمل الضلمة وكل اللي بتقوله كلام صحيح تمام؟ كل اللي بتقوله مكتوب في الكتب يجبع ولا لا؟ أكيد لا ليه؟ لأن ده على المستوى النظري يعني ما أكلش ما أكلش طب هي اللي بتقوله غلط؟ لا صح 100% ده كتبينه أساتذة جامعة والمقادير سليمة والكلام حلو لكن هو لسه ما أكلش مشبعش ليه مشبعش؟ ما أكلش ذوقوا وانظروا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب ده الفرق بين السمع المشاهدة والاختبار ففي ناس كتير جدا تذهب إلى الصلاة لدور العبادة وتعود كما هي ليه؟ لأنها لم تذق وحضرتك أخي عادري وانت بتقول عن واحد يذهب إلى دور العبادة ويطلع زي ما هو بتذكر قصة في إنجيل لوجا صحة 13 عن الإمرأة المنحنية دي ممكن تسمح لي عن الإمرأة أصحح 13 ابتداء من عدد 10 بس هقول آية بس اتلخص قصة الإمرأة دي عدد 16 وهذه وهي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنة أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم ساك قصتها كلها أني كانت منحنية وكانت كم سنة أخي عدد 18 سنة داخل الهيك إيه زي في الموضوع ده رغم كل يوم بتحضر تخيل فعلا هذه المرأة كانت في الهيكل دور العبادة اليهودي ويوم السبت يوم العبادة الرسمي وعلى فكرة كلمة سبت معناها راحة راحة يوم الراحة في مكان الراحة دون راحة مرة تاني ممكن اسمحها يوم الراحة السبت في مكان الراحة الهيكل دون راحة دون راحة بقالها 18 سنة رايحة فين يا ست رايحة الهيكل راجع منين من الهيكل وهي 18 سنة منحنية إيه بقى اللي ربطها كده يقول الكتاب وقد ربطها الشيطان تعرف ايه بحكاة ربطها الشيطان دي دي غالبا غالبا كانت مسكونة بأروح شريرة تعرف مين جدها إبراهيم عجب المرأة المنحنية دي عجب ليه جدها من فوق خالص إبراهيم يقول الكتاب وهي ابنت إبراهيم شفت التاريخ يالا العراقة جدها إبراهيم دائما مواظبة على حضور الهيكل يوم السبت يوم الراحة يوم الراحة في مكان الراحة دون راحة في نفس الوقت 18 سنة وقد ربطها الشيطان والشيطان ده مؤذي ربطها ورمى المفتاح قيدها فكها بقى كفاية لا واثر عليها عضويا خلها إمرأة منحنية مكسورة متألمة وابتدى بالهيكل دون جدور أنا شايف هو ده الزيف الحقيقي يعني ساعات كتيرة أحضر الاجتماعات وأحضر دور العبادة وروح أصلي ولو سألتني إيه اللي اتلمست بيه من خلال دور العبادة النهاردة هطلع أقول لك ولا شيء لما دخلت بيه طلحت بيه بس أنا عايز أخي عادل إيه هي بعض الروبط اللي بيربط بيها الشيطان الإنسان وإحنا حتى وإحنا جوها دور العبادة أنواع القيود كثيرة على سبيل المثال للحصر أول أنواع القيود القيود المادية أقصد الأموال المصاري إنه واحد يبقى مقيد ماديا مقيد كل انهماكه وشغله الشاغل زي ما قال سليمان شغل الجمع والتكويم طاعنوا أنفسهم هؤلاء بإيه بأوجاع كثيرة لأن محبة المال أصل لكل الشرور الأمر الذي إذا ابتغاقوا ضلوا عن الإيمان وطاعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة ده أول مشكلة مشكلة القيود المادية وفي سبيل المال يعمل أي حاجة واحد كان ماشي مرة في طريق مستقيم في ستريت لاين كده خط مستقيم ومال عمل إيه؟ مال إيه اللي خلاه مال؟ المال هو كان ماشي كويس بس إيه؟ المال خلاه مال هو ماشي كويس مال 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 انحرف مال مال بنفس الطريقة أو القيد وممكن في سليمين المال يكذب يبيع بزمتين يحلف يشتغل يوم العبادة يوم الأحد مثلا لو ده يوم العبادة بالنسبة له يشتغل فيش عنده مشكلة لأن قيود مادية في نوع ثاني من القيود وهي القيود الجنسية القيود الجنسية ما أكثرها العلاقات العاطفية مع الجنس الآخر خارج إطار الزواج الممارسات سواء التصورات في الفكر أو الأفعال العادات أو الممارسة الكاملة للخطيئة الجنس تمام أو مشاهدة الأفلام المتحررة الإباحية أو التلصص على مواقع المخلة وهكذا ده إنحراف تاني ده قيد تاني في قيود مادية وفي قيود جنسية في نوع ثالث من القيود اللي هي القيود العصبية وحد يبقى عصبي حد الطباع شرس عنيف يتعامل بعنف مع زوجته يتعامل بعنف مع أولاده مع المرؤوسين مع الجيران مع الأضعف والأصغر سنًا مع الأقفر الأخل منه علما مع أكثر فقرا عنيف تمام فده نوع ثالث من القيود إذن رأينا القيود المادية ثانيا القيود الشهوانية ثالثا القيود العصبية رابعا القيود العالمية القيود العالمية اللي هو التشبه بالعالم التحرر الواحد يلبس على مش أحدث موضة مش مشكلة أن الواحد يلبس على الموضة لكن يبقى متحرر إباحية تحرر هل ده يليق؟ ده قيد من ضمن القيود اللي بيرودش طبعا أنا دايما لما بكلم الأخوات عن الزي المحتشم أقول لها لو القديسة المطابة العذراء مريم لابسة تلبس زي كده شوف أدي الجمال اللي بنشوف به مرات العذراء مريم في الصور اللي بنشوفها جمال ساحق ووقار حشمة فمرات بيبقى فيه تحرر ده قيد رابع العالمية مثلا عاملين فرح لاتنين مؤمنين حال في فرح نجيب بيسموه دي جي ونعمل أغاني صاخبة ويبقى فيه رقص شرقي ويبقى فيه مشروبات روحية خمور ونجيب رقصة ترقص هل ديليق ده تحرر إذن القيد الأول المادية القيد الثاني الشهوانية القيد الثالث العصبية القيد الرابع العالمية أكتفي بقيد خامس السلبية يعني السلبية يعني من ليش دعوه بأي حاجة أسمع وعص وشاهد قنوات فضائية أسمع عن التوبة دون جدوى يعني السؤال ده أخي عادل خلينا ناخد فاصل ونرجع هل مجرد الاكتفاء بالأمور الروحية تخلص؟ خليكم معي أحبائي بعد الفاصل وهنرجع معاكم مرة تاني بين الحقيقة والزيف وسؤالنا هل مجرد الاستماع بالأمور الروحية تخلص؟ خليكم معنا من رحب بيك مرة تانية عزيز المشاهد وانت في مكانك وفاكت الفاصل أتمنى كده تكون بتراجع معنا الحاجات اللي بتسمحها وسؤالنا كان جابني الفاصل مجرد أنا وجودي في أماكن العبادة مجرد وجودي في أماكن العبادة واني بسمع أمور الروحية هل ده يخلص؟ خلوكم معنا مع خدم رب الله أخي عادل عبد الملاك أهلا وسهلا أخي عادل أهلا بحضرتك برحب بحضرتك وكتير الحقائق اللي بتجدمها بتفيدني أنا شخصيا وإلى السيامة أن وجود في الأماكن العبادة خلينا أنا مش أقول كنيسة أي أماكن عبادة هل وجود في مكان العبادة كاف أن يخلصني؟ الوجود الدائم في مكان العبادة فقط دون تغيير حقيق لا يخلص سديقي أنا أنا بتصدم كده خلوك عادل صراحة دي الحقيقة دي الحقيقة يعني على سبيل المثال قلت في قبل الفاصل اللي بنوا الفلك هل اللي بنوا الفلك دخلوا فيه؟ لا للأسف يبقى إذن اللي بنوا الفلك لم يدخلوا الفلك كانوا قاربين دول مش كانوا قاربين دول أثناء الشغل دخلوه يعني أثناء الشغل مش معقول الشغل كله من بره الفلك أكيد دخلوا وطلعوا ودخلوا وطلعوا لكن لما جاء وقت الدخول الفعلي قالوا ده راجل مش طبيعي نوح ده حد يعمل مركب سفينة في الصحراء المفروض السفن تبنى في المواني وبعدين ده راجل عنده خمسمائة سنة ولما انتهوا من البناء الفلك كان عنده ستمائة سنة فاعتبروه كبر وفقط صوابه كانوا قاربين جدا لكن ما دخلوش آخرون أولون وأولون آخرين مش كده وبس هل تفتكر جيحة زي جيحة زي ده غلام أليشة ده المساعد بتاع أليشة تعرف الوضع الطبيعي الجيحة زي ده ان يبقى نبي إليا كان عنده غلام أليشة أليشة لما إليا صعد إلى السماء بقى الغلام جيحة أليشة إليا لما صعد إلى السماء بقى الغلام إليا أليشة أليشة تخيل معي اللي صعد إليا واللي بقى الغلام أليشة بقى مين أليشة بشتغل إيه؟ نبي بقى أليشة عنده غلام مين الغلام بتاعه جيحزي المفروض بعد عمر طويل لقليشة وفعلا مات في ملوك التاني 13 كان مفروض يبقى مين النبي جيحزي لكن للأسف الشديد رغم وجوده في أوصات دينية إلا أنه عاش بالبرس للأسف نفس الموقف ده اتكرر مع أولاد عالي عاشين في الهيكل مع عالي الكاهن اشتغلوا كهنة في الهيكل شغلهم كله داخل الهيكل تقديم ذبائح لكن أخبرهم إيه كانوا أشرار لدى الرب جد وأمورهم ذكرها أيضا قبيح فالسمع فقط لا يكفي إبا دي مرحلة زيف أخي عادل مرحلة زيف بعيش أنا كإنسان في داخل محضر الله في نوعين من السمع في سامعين عاملين بالكلمة في نوع ثاني اسمه سامعين خادعين النفوس أنا بس حدا يعني جابت بحضرتك تكمل الفكرة دي يا أخي عادل أنا آسف بقاطعة لكن سؤال بيدور كتير في موخي أنا ممكن في عز الشتاء وبتمطر وجو ساعة والمفوضة كون ناين وأصحى الصبح بقدر عشان أروح أصلف دور العبادة مثلاً هل ده كل الله بينساه؟ الله لا يقبل العبادة يعني الله مش بيتعامل معايا أن أنا برضي بالعمل الله لا يقبل أن أنا أرضي بهذه الطريقة الله في الأول بيقبل التوبة القلبية ده الحق ده الحق يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي بعد ما يقبلني ابني لي حلوة أو أن أنا أستيقظ مبكراً وأقضي وقتاً في الصلاة ده شيء رائع لكن ده يبقى نتيجة لقبولي لي عن حب عن حب لكن لو أنا بعمل كده علشان أتقي وأدي له حق وخلاص وفي ناس مش بتتقي يعني بيقولك يعني عفواً يعني كأنها بتتقي مع أن الله ما عنده الشرور يعني يا أخي عادل أنا بتذكر قصة جريطة في العبادة الوسانية مرة عن لما كان الإله يغضب من شعبه ويجيب عليهم أوبئة كانوا بسرعة يقدموا زبيحة علشان مش حباً فيه لكن خوفاً من شره بس هل إله بتاعنا زي كده؟ الله محب ما عندناش خوفاً من شره الله ما عنده الشرور الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد الله محب تمام؟ فليس خوفاً من بطشه لكن حباً فيه في ناس بتسجد لله سجود الرعب وفي ناس بتسجد للرب سجود الحب فالله عايزنا نقيم معه علاقة حقيقية حميمة زي إبراهيم أبونا إبراهيم مكتوب عنه خليل الله كلمة خليل صديق يتخللني ندخل جوه بعض خليل صديق كان بينه وبين الله علاقة حميمة كانوا دايماً يحبوا يرنموا الترنيمة اللي بتقول نمشي معاً نحكي معاً كأفضل الرفاق نمشي معاً نحكي معاً نحيا بلا افتراق أخ عادل الحقيقة والزيف كتير إيه الحقيقة اللي قدام الزيف رغم هذه الامرأة اللي حكينا عنها موجودة في الهيكل تحضر 18 سنة ابنة إبراهيم حياة زيف طب إيه الحق إيه الحقيقة اللي قدمها الرب يسوع وأنا أتمنى أسمعها كمالية لأن أنا كمن المرأة المنحنية لأن بمسالها في دور أو آخر أنا محتاج أسمع الكلام ده الحقيقة أن الرب موجود في الهيكل الرب في هيكل قدسي الرب موجود عيناه تنظران في سفر المزامير يقول الكتاب الرب في السماء كرسيه الرب في هيكل قدسي عيناه تنظران فالرب موجود في الهيكل يعني الحل موجود المرأة منحنية بقالها 18 سنة ربطها الشيطان ابنة إبراهيم لم تستفد شيئا من ذهابها وإيابها إلى الهيكل بس الحل إيه موجود القصة تنقسم لقسمين قسم مأساوي صعب إنها امرأة إناء ضعف بها روح ضعف يعني ضعف مضاعف المرأة عموما الإناء الأضعف الأضعف وهي بها روح ضعف يعني ضعف مضاعف وابنة إبراهيم النسب والحسب لم يخلصها وربطها الشيطان وعمر طويل في الخطيئة 18 سنة تمام لكن الحقيقة بقى الرب موجود الرب موجود اطلبوا الرب ما دام يوجد مكتوب لأن الذي يأتي إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود ويجازي الذين يسألونه فالحقيقة الرب موجود عمل معها أربعة أشياء ممكن نقوله مخي عادل بسرعة واحد رآها رآها فلما رآها يسوع وده شيء رائع جدا هو شايفك رآها هي منحنية فتخيل معي إن هي طولها اختفى نصه منحنية فبقيت المفروض مش بينة كأنها طفل أو طفلة لكن الرب رآها حلو قوي إن ربنا شايفني اتنين دعاها لا تعال يا سيد دعاها وهي رايحاله بقى بتخيل هذا المنظر الجميل رايحاله منحنية وكأنها بتقول له جايلك بخطايا سنيني عمر اللي قضيته في أنيني رايحة بنحناء دعاها تلاتة حياها قال لها يا امرأة والرب كان بيحب أوي هذا اللقب عندنا في الشرق الأوسط يا امرأة مش حلو يعني كأننا لا يا امرأة اللي كان يقصدها الرب يا سيدة الفاضلة وهو ذات التعبير الذي كان يلذ له أن يستخدمه مع القديسة المطوابة العذراء مريم يا امرأة تخيل؟ حياها مع إن الست دي رايحاله مربوطة منحنية ملبوسة بشياطين مقيدة بقيود مقيدة الشيطان ربطها يعني مشاكل 18 سنة منحنية مقيدة مربوطة لكن رآها في زلها دعاها دعاها تلاتة حياة أربعة شفاها وضع عليها يديه معظم المعجزات اللي عملها الرب عملها بيد وحدة معظمها يكفي لكن هنا حط إيه؟ دي اللي اثنين رأى يديه على ظهرها شافاها أول ما حط يديه استقامت في الحال هي كانت شكلها كده والرب واقف أول ما استقامت في الحال أول واحد شافته أمين يسوع وبسط له كده وقالت له واتأمل فيك بعنيا يا يسوع يا غالي علي أين الشيطان هرب أين القيود والطمنتاشر سنة رنمت وتنيمة بتقول ماضية فات سأنساه بأحزانه وشكواه يومية الآتي سأحيا أحيا لربي حتى لقاه أمين أخي حادل يعني القيود اللي كانت الإمرأة دي مربوطة بيها تفكت مجرد أنها تقابلت الحقيقة مع الزيف هل النهاردة الحقيقة دي مازالت موجودة ولا دي كانت أيام المرأة بس وهل مازالت قدرتها وسلطانها ينفع مع الزيف الموجود الأيام دي يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد أمسا الماضي اليوم الحاضر إلى الأبد المستقبل ومزال الرب يسوع المسيح يحرر ونفس كثيرة بتقبل الرب قتل زنات سارقين بيقبلوا الرب أنا من خلال خدمتي شفت بعني الأنواع الثلاثة الأنواع الثلاثة من قتل تخيل معي تخيل أن أنا شفت قتل قبل الرب من الرجال والنساء أنا أسماءهم في الذهن دلوقتي وصورتهم صدقني وأنا بكلمك أفتكر أكثر من رجل وإمرأة وهؤلاء غيرهم المسيح طبعاً ارتكبوا جرائم قتل منهم واحدة قتلت جزء وواحد كان بيستأجر لقتل البشر يعني سفاح قبلوا الرب فيهم واحد قبل الرب في إحدى النهضات كنت أنا أسيستنت مساعد للخادم اللي كان بيخدم بتاع أزور أسيستنت بتاعه ورب ادنى هذا النفس القاتل وشفت قريب الأخت القاتلة اللي بيئت قديسة في المسيح تخيل وبالإضافة للقتل فيه زنات كثيرين وكثيرات إبلوا الرب وفيه سارقين إبلوا الرب نعمة الله عظيمة ما زال يسوع يحرر الرب ما زال بيجري المعجزات وهو ما زال موجود حي إلى الأبد بس أخي عادل سؤال بسيط جدا لو الإمرأة دي جرب المسيح ليها ودعاها دعوة خاصة جدا ورفض هذه الدعوة كانتها تشفى لا كان سيحترم إرادتها يعني أنا كتير سمحت دعوات اقبل الرب وتوب وكده هل الدعوة دي مرتبطة أنه لازم أقبل الحقيقة هو شوف حضرتك الله من جهاته يدعو والإنسان عليه أن يقبل طب يدعو فئة معينة لكل الفئات كل الناس لا 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 الله لأنه هكذا أحب الله العالم المسيح لما مات على الصليب على فكرة مات فرد إيدي عليه الكل مرات تسأل ابنك أو بنتك بتحب بابا قد إيه يقول لك قد يعمل إيده على أقصى التساع فالرب فرد إيديه على أقصى التساع قلبك كبير يا يسوع بيضم بيكفي مش بس المليون لكنه قلب يساع الكل نبضة حنان ومالية لكون وفوق كده قلبك حاني جه على الصليب واشتراني رب فاتح ديه على أقصى التساع كل من يدعو باسم الرب يخلص أي حد أي دين أي فئة أي ناس طبعا طبعا هو ربنا بتعمين مرات الناس البسيطة تقول يا رب يبتع الغلابة غلط لو قلنا يا رب يبتع الغلابة يبقى مش بتاع الأغنياء يا رب يبتع الكل تمام ربنا ده يبتع الكل محبته كبيرة للكل ده من ناحيته لكن علينا أن ندعوه نقبل الرب لما كان مرة حبي يدخل عند التلمذاء عمواس جاء عند البيت وتظاهر أنه منطلق إلى مكان أبعد فألزما دوره وقال له أمكث معنا ترجمة نانسي قنقر 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 المترجم للقناة المترجم للقناة